فيفا هي اللي عاقبة الجزائر وقررت انها باش توقف كل نشاطاتها وتحبس كل نشاطاتها كفاكم كذبا وكفاكم السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما بدأوا ما تنسوش عنكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنسوش تعطونا اراكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم مرحبا بكم كل حب والاحترام للجميع اول شي نبدأوا به في هذا الفيديو رح نتكلمه على امر مهم جدا وعلى بعض الاشخاص الذي همهم الوحيد هو الجزائر صباحا ومساء الجزائر فعلت الجزائر دالت الجزائر عقبت الجزائر داروا لها الجزائرين قالوا الجزائرين فعلهم شغلهم الشاغل هو الجزائر عقدتهم الجزائر باتم معنى الكلمة والله العظيم كما ركو تشاهدوا معنا شي رح نتكلموا عليه ان وزير الشبيبة والرياضة يقرر رسميا وقف كل النشاطات الرياضية في الجزائر بسبب الشي اللي روصاري في اخوتنا في غزة قال لك حاليا ما عدناش نفس انه باش نمارسوا كرة القدم او اي رياضة وحتى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف قررت انه باش توقف كل النشاطات الرياضية في هذا الاسبوع تقريبا ممكن رح يوقفوها لجولة ومن بعد الجولة القادمة رح تمشي وتبدأ البطولة بشكل عادي جدا وما كان اي مشكل ولكن حاليا قال لك نوقفوها تضامنا مع الشي اللي صاري في اخوتنا في فلسطين قال لك ايب اخوتنا حاليا في معاناة في مشاكل كبيرة واحنا نمارسوا نلعبوا كرة قدم وفرحانين وعادي جدا قال لك لا لازم علينا ان نديروا هذا التضامن امر جيد وامر رائع وتحية اليوم كبيرة على هذا القرار الجميل والرائع جدا اللي نشوفه انا واحد من الناس اما بالنسبة لبعض الاشخاص اللي هما مرضى عقليا باتم معنى الكلمة تشوف هنا الصحافة المروكية صباحا ومساءا تكلموا على هذا الموضوع واش قال لك وحتى في قنواتهم في اليوتيوب بالعديد من القنوات والعديد من الصفحات الالكترونية عندهم تكلموا واش قال لك انه هذا الموضوع قال لك لا ليس تضامنا مع فلسطين الجزائر ووقفت بل الفيفا هي اللي عقبت الجزائر وقررت انها باش توقف كل نشاطاتها وتحبس كل نشاطاتها شوفوا الخبث اللي فيهم انهم باش يمحيوا هذا التضامن لا ويغيروه لشي اخر قال لك لا مش تضامن بل الفيفا هي اللي وقفت لهم والفيفا هي اللي درت لهم كفاكم كذبا كفاكم كذبا وكفاكم انكم تتكلموا بسوء صباحا ومساءا على الجزائر بعد يجي واحد في التعليق يقول لي اه انت حاقد علينا انت تتكلم علينا من انت لكي اتكلم عليك ما يهمنيش امرك انا اصلا لو كما تكلموش علينا انا ما نردش عليكم وعلى اكاذيبكم لانكم تائما سفهاء تتكلموا في اشياء لا تعنيكم وتكذبوا سبحان الله الشي اللي داروه يشبه الشي اللي داروه الكيان لانه عندما قصفوا غزة خرجوا في انفسهم هما قال لك لا نحن لم نقصف بل هم الذين قصفوا انفسهم نفس الشي وش دارو خرجت الجزائر تضامنت مع فلسطين خرجوا هما قال لك لا الجزائر لم تتضامن بل الفيفا هي اللي فرضت عليها ووقفتها انت وش دخلك في الجزائر وش شي اللي يعنيك في الجزائر وشفت تعليقات العديد من التعليقات عندهم فرحانين وميتين بالسعادة ووقفوهم عقبوهم يستحقون نفرض انه الفيفا عقبتنا لاننا تضامننا مع فلسطين لانه اللاعبين المنتخب الجزائري دخلوا لابسين الكوفية وفيها اعلام فلسطين والجمهير الجزائري تحمل اعلام فلسطين وتندد وتكلم وتقول فلسطين الشهداء نفرض انه معاقبونا بهذا الامر عقبونا لماذا؟ عقبونا من اجل قضية عادلة انا واحد من الناس كجزائري نعارلي عقبونا صح نعارلي عقبونا صح صدقني ما نش باش نحزن والله لن احزن من اجل كرة قدم لن احزن بل رح نكون رأسي مرفوع ومفتخر ببلدي لانهم عقبونا من اجل قضية عادلة قضية شريفة لانتم ما تقدروش تفهموها ما تقدروش تعرفوها مدام انه 2023 عندك اراضي محتلة في بلدك صدقني ما تقدرش تعرف قضية شريفة وقضية عادلة انا بالنسبة لي اللي ما يغارش على ارضه اللي ما عندوش نيف على ارضه ما يخافش على عرضه صديقي والعرض هوباين هرانا نشوفه هرانا نتفرجه كفاكم كذبا والله غير كفاكم كذبا شوفوا الناس المسلمين العرب تضامن مع القضية الفلسطينية ناس كامل يتكلموا في القضية همهم الوحيد هي الجزائر همهم الوحيد الجزائر منعوهم من التضامن مع فلسطين منعوهم ما يديروش مسيرات شعب الجزائري كله خارج الناس دير مسيرات عادي جدا الناس خارجة ندة فلسطين عادي جدا واحد منهم قال لي أنتم جزائر تدعمونا فلسطين بالشعارات معليش شوف احنا ندعم فلسطين بالشعارات ندقيك على حسب قولك وعلى حسب فهمك ما تفهم احنا ندعم فلسطين بالشعارات وانت ببوشي تدعم فلسطين بالتطبيع هل التطبيع يدعم فلسطين نفرضه احنا ما ندعموش فلسطين ولكن بالنسبة لي ما نطبعوش أحسن من أنه ندعمو لأنه التطبيع ماذا يعني التطبيعي يعني الخيانة يعني أنك حاط يدك في يد الصهيون الغاشم يعني انترك تساهم في موت إخوانك هذه ما تعرفهاش مش كون استاضاف الجنرال تعال الكيين الصهيوني في بلده أليسهم أنتم مش شفتوش هذاك مخرجتوش تظهروا عليه مخرجتوش تتكلموا عليه في بلادكم يا ناس أحشوا شوية العديد من الأمور اللي ما نحبش أنا نتكلم عليها واللي ما نحبش ناظر عليها لأنني نعرف كل الحقائق ونعرف كل الأمور وأكتر شي حيرني فيهم هذه الناس صباحا ومسانا يتكلموا على مشاكل الجزائر ويناقشوا مواضيع الجزائر وتدخل أي صفحات في الجزائر سوى في التك توك في الانستغرام في التويتر في أي شي تلقاهم يتكلموا ويعلقوا ويناقشوا على المواضيع في الجزائر ما دخلك في الجزائر صديقي أنت لا تعيش في سويسرا بلدك ليس سويسرا بلدك المروق أنت تعيش في الحاضيط صديقي الفقر الأمور كلها والمشاكل كلها موجودة عندك لا تجيش تكذب عليها لأنني أنا واحد من الناس أكتر إنسان يقدر يعرفكم أقدر إنسان يقدر يعرفكم كفاكم كذبا تلهو في بلادكم تلهو في مشاكلكم أحسن شي أحسن شي تقدروا تديروه أنا واحد من الناس في قناتي لا أتكلم عليكم ولا يعنيني أمركم ولا يهمني أمركم فقط أرد على أكذيبكم وعلى إشاعاتكم اتجاه بلدي ودافع على بلدي وما عنديش أي مشكل المهم نوريكم وخليكم تشوفوا المظاهرات في الجزائر اتجاه بلدي ودافع على 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 ب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة